افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والسفيرة نبيل مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المعسكرة التثقيفية للآئمة بضمياط والذي يستمر على مدار يومين بحضور الدكتور منال عوض محافظة ضمياط كما افتتح الوزيران ومحافظة ضمياط عددا من المساجد الجديدة بعد إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية بهدف التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس وزير الأوقاف والهجرة ومحافظة ضمياط يفتتحون المعسكر التدريبي التثقيفي للآئمة بالمحافظة مؤكدين على تحذير الشباب من الوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية المتاجرة بحياة البشر تحت مظلة إمكانية توفير حياة كريمة من الهجرة غير الشرعية دولة المصرية نجحت في عهد السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحول ما كان يعرف سابقا بمراكب الموت إلى مراكب النجاح وده يتطلب منا مزيدا من العمل وأنا بأكد أن دعم المنتج الوطني بيعا وشراءا وتجارة يعكس ذلك في توفير فورس عمل تؤدي إلى القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية فراجبنا أن نعمل وأن نشجع المنتج الوطني في إطار توقيع البروتوكول ما بين وزارة الهجرة ووزارة الأوقاف نهاردة دور الأئمة دور توعوي هام إحنا شعب متدين سواء مسلم أو مسيحي بالتأكيد أنه الشباب لما يسمعوا من أئماتهم كل الكلام اللي هو بيكلم عن الهجرة غير الشرعية عن مخاطر هذه الظاهرة مع الإيمان بالله مع الإيمان أيضا بالوطن وبالفرص اللي بتقدمها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الكبيرة في كل أنحاء الجمهورية ده بيدي الفرص البديلة اللي بيكلم عليها سيادة الرئيس النهاردة الندوة كانت مفيدة جدا احنا بنواعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بنقولهم على الطريق الصحيح للي عايز يهاجر الطريق المفروض أنه هو قانوني وصح طبعا احنا عند حضرك عارف نظوميات عندنا ليها تلتين قسطول الصيد وعدد الصيدين فيها كبير جدا فطبعا الآيام النهاردة في المساجد هيكلموا كلهم عن الموضوع ده وده مفيد جدا 31 مسجدا جديدا افتتحتهم وزارة الأوقاف على أرض محافظة دميات خلال الشهرين الماضيين واليوم تتوج المحافظة بافتتاح ثلاثة مساجد جديدة في حضور الوزراء والمسؤولين ليكون إثباتا على انطلاق الدولة في عمارة المساجد حقيقة هذا اللقاء اليوم لقاء مبارك لقاء طيب فيه إحياء للأنفس وفيه إحياء لمستقبل البلاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع وأن يسلم الجميع مساحة المسجد حوالي من 250 متر وما كانت فيه دور أول عملنا دور أول علوي للسيدات بنفس المستوى ده بنفس الشكل ده وطبعا تعيشنا مع الأمور اللي موجودة على الدكورات الإسلامية الحديثة يعني وحسب تعليمات الأواف من افتتاح معسكر تدريبي تثقيفي للآئمة بمحافظة الدمياط حول مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى افتتاح عدد من المساجد الجديدة إصرار الدولة المصرية على البناء والتعمير ونجاح في تحويل مراكب الموت إلى مراكب للنجاة فبلدك هي مركب النجاة من محافظة الدمياط وليد هيكل التلفزيون المصري